القلب يعني حركتين يا شيء حركتين انقباض وانبساط وهو بينقبض الضغط له رقم وهو بينبسط الضغط له رقم هما دول رقمين الناس بتكلم دي الايه يا ستاة اللي احنا بنقسه 120-80 ماسه ده الايض يا دكتور 120-80 ده اللي هو ضغط أثناء الانبساط يعني طبعا زي البل اللي هنا وانا ضغط عليه والانقباض وأثناء الانبساط يبتدي ينزل الضغط فبيتراوح دايماً الضغط بين رقم فوق ورقم تحت أي إنسان في الدنيا الرقم الفوق قد يعلى واللي تحت لا والرقم اللي تحت قد ينزل واللي فوق يعلى يعني احتمالات كثيرة مش بس حكاية ان الرقمين يعلى لا ده فيه أمراض تخلي اللي فوق عالي جدا واللي تحت واطي جدا ده بيصعب الحالة المرضية أكيد يا دكتور يعني ما لوش علاقة بالضغط بقى ده تلف في الصمام الأورطة دي قصة تانية إذن حكاية الضغط مش حكاية سهلة يعني لما ضغط الدم هما رقمين يتراوح ضغط الدم ما بين رقمين رقم أثناء انقباض القلب ورقم أثناء انبساط القلب ما هو القلب بيعمل الحركة دي الرقم اللي أثناء الانقباض هو الرقم العالي اللي احنا نسميه البسط والأثناء الانبساط هو الرقم الواطي اللي بنسميه المقام يبقى كل واحد له رقمين هو ده كلمة ضغط ده طيب احنا دايما بنقول 120-80 هو ده النموذج صح هل الرقم ده بيتغير من الوقت للتاني برافو عليك ده سؤال جميل جدا جدا 120-80 إذا نورمال أي طبيعي لكل الأعمار طيب سنيع حدلعك 120-80 إذا نورمال طبيعي تمام لكن مش المثالي في فر الأبحاث اتعاملت أخيرا عن الضغط في أمريكا فقاله 120-80 ده طبيعي لكن مش مثالي المثالي قل من كد يعني اللي ضغطه 110-70 ما يقرش أنه ضغط يواطي ما يقرش أنه ضغط يواطي الدكتور اللي يقوله ضغطك يواطي يقوله لا روح اقرأ لأن 120-70 دلوقتي هو الضغط المثالي مش الطبيعي ف120-80 ده الطبيعي لكن مش المثالي المثالي تحت كده شوي هنقول 110-70 مثلا ملاش كان نهايتنا إيه هشام يعني أنا أشخص ضغط بعد ما وصل كان 140-90 ما يعيلي عن 140 أب أنا مريض ضغط دلوقتي لأ 140-90 يتعالج يقولك استنى ليه لما يعلي عن كده طب أنا 140 سيأفشته ده علاج استباقي يعني علاج الضغط حاليا 140-90 يعالج زمان ما كناش نعالجه نقوله إيه تابع اعمل متابعة فالأرقام بتتغير والطب الميزة كبيرة جداً لفيه أنه إحنا كل أربع سنين طب تاني خالص طب أولي يا دكتور الميزة